طيب نروح بقى مع حضراتكم على موضوع تاني خالص بس حاجة فعلا لطيفة وحاجة بتؤكد على أهمية العنوان اللي بيقول الرياضة للجميع وكمان فكرة ان الشعب بالكامل يمارس الرياضة هنتكلم عن ختام النسخة التانية من دولي الوزارات طبعا للعملين بالجهاز الإداري للدولة الفكرة مفيش أحلى من كده فكرة ان كل الموظفين يعني يبتدوا بقى مارس الرياضة يلعبوا كرة قدم أو غيرها من الرياضات طبعا اللي حصل ان يعني وزارة النقل هي اللي حصدت ذهبية كرة قدم للعام الثاني على التوالي خلونا نروح نشوف يعني ختام النسخة التانية من دولي الوزارات اللي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ونرجع لكامل كلامنا فضل فريق وزارة النقل ده قطار وانطلق وان شاء الله بإذن الله قابلونا السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله بإذن الله لن يتوقف تاني قطار التطول انطلق في وزارة النقل في كل اخطاءات وزارة النقل بما فيها الرياضة والله احنا اشتغلنا اخدنا تعليمات من أول يوم ان احنا الأبطال وإحنا كنا أبطال الدورة الفاتت فبنان على ان احنا أبطال الدورة الفاتت وإحنا فريق كبير ومعا لعيبة كلها خبرة لعيبة كلها بيغضوا بطولات واتحادنا وتعهدنا إن إحنا البطولة دي بتاعتنا الحقيقة الدورة دي اختلفت عن الدورة اللي فاتت كتير الدورة اللي فاتت إحنا أصحاب اللقب فريق محترم فريق كويس قابلنا فرقة كويسة جدا السنة دي الاستعداد أقوى بكتير بمراحل من السنة اللي فاتت فيه فرقة ما كانتش موجودة السنة اللي فاتت جات وشاركت فرقة زي فرقة وزارة الكهرباء وزارة البترول وزارة الدفاع طبعا هتقابلنا في النهاية إن شاء الله فدي فرقة كلها كويسة الدورة بشكل عام عملت مشاركة جامدة بين الوزارات كانت بطولة قوية جدا البطولات الأدوار النهائية قابلنا فيها صعوبة جدا قابلنا فرقة قوية فرقة بتلعب كرة زي كتاب ما بيقول يعني الحقيقة يعني هو الاختلاف ما بيبقاش يعني بيبقى على المستوى الفني طبعا بيبقى فيه اختلاف كتير ولكن برضو كل وزارة موجودة فيها فيها بعض اللاعبين اللي بيبقوا بيمسلوا الأندية على شكل على مستوى مستوى كبير فبتستعين بيوم الوزارة وبتشتغل معاهم وبينضموا الفرق للوزارة اللي تابع عليهم وبيقدروا يقدموا حاجة كويسة لكن بيبقى فيه مستوى كويس اللاعبة اللي بتبقى موجودة بتبقى برضو على مستوى فني كويس مش قليل يعني طبعا بالنسبة لدعم الهيئة العامة لطرق كباري للفريق النهاردة احنا طبعا بتعليمات من رئيس الهيئة وبتعليمات السيد مع الفريق كامل وزير النقل بندعم الفريق بتاعنا ماديا معنويا الحمد للله حملون لقب السنة اللي فاتت فاحنا واخدين عن المباريات دي وصراحة المدربين تعبوا معنا أوء أوء من أول البطولة والبطولة كان الجامدة عن السنة اللي فات بكتير بكتير أوء وفرت وزارة الدفاع بصراحة فرقة تقيلة وتستحق إنها توصل نحاة هو دور الموزارات السنة اللي هو عشرين واحد وعشرين دي النسخة التانية النسخة الأولانية اتعملت السنة اللي فاتت الحمد لله كان فيها ٢٤ موزارة بس السنة دي مش 27 وزارة هي 29 وزارة الحمد لله رب العلم في أربع لعبات كرة القدم الخماسية وتنس طولة رجال وتنس طولة سيدات والألعاب الألكترونية اللي هي فيفا 2021 السنة دي شايف المستوى عالي جداً والوزارات اهتمت بيها ودعمت الفرق والفرق والمسابقة السنة دي احنا أما وصلنا دورة 16 مش عارفين أنا فرق في 16 تسع 16 كانوا جمدين والتماني أكبر ولا لا المستوى ممتاز ومحترم زي ما شايفين كده يعني فريق البترول تحت شراف الكابتن أيمان منصور كابتن مصر ونادي الزمالك ده يقول أن وزارة البترول ووزارة الكهرباء مهتمين زي النقل والدفاع بالزبط